أول حاجة محمد الشناوي ليه هو أفضل حارس في الدوري المصري محمد الشناوي هو أكتر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري 12 كيلين شيت من 16 مباراة مفيش حارس وصل للرقم ده محمد الشناوي بيقدم واحد من أفضل المستويات كمان أقل حارس استقبل أهداف في الحراس اللي عدت 15 مباراة استقبل أربع أهداف فقط شوف حداك الصدة دي يعني محمد الشناوي بالتأكيد أفضل حارس في الدوري بالأرقام أنت بتتكلم أنه 12 كيلين شيت مفيش حارس أصلا عدى العشرة وبالتالي محمد الشناوي فارق عن أي حارس في مصر في الدوري في الدوري الأول تحديدا شوف حداك الإنقاذات دي ودور الليبرو والدور المدرب الحراس معاه اللي احنا كنا بنتكلم عليه على طول أثناء الدوري الأول الليبرو سرعة رد الفعل بصوا الإنقاذ ده الإنقاذ ده من أحسن الإنقاذات برضو كان من أحسن سرعة رد الفعل بالإيد العكسية قدام نادي الإسماعيلي والإنقاذ اللي قبل كده كان قدام الإنتاج الحربي فبصراحة محمد الشناوي لأ كان بيقدم دور أول ممتاز 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 هو أفضل حارس في الدور الأول وكل التأكيد وأفضل حارس في مصر يعني كمان لو شفنا الأرقام بقى اللي بتقول محمد الشناوي ليه أفضل حارس هنستعرض أرقام الشناوي الشناوي لعب 16 مشاركة حافظ عن الزافة شباكو كام 12 من 16 استقبلت شباكو أهداف أربعة بس عنده كام إنقاذ 26 إنقاذ في الدوري خروج صحيح من المرمة 28 مرة خروج خاطئ من المرمة لإبعاد هجمة أربعة ما خرجش ولا مرة على كرة عرضية بشكل خاطئ خروج صحيح على العرضيات 36 عرضية طب الرقم الأعلى في تاريخ محمد الشناوي في الكلين شيت كان 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 14 مباراة كان مع النادي الأهلي موسم 2017 2018 ومع بترجيت 2015 2016 يعني محمد الشناوي للسالو 3 مباريات كلين شيت ويكسر أرقامه القياسية في المواسم اللي قبل كده كلها أيه وبالتالي هو يستحق أن يكون الأفضل في حراسة المرمة طبعا في مصر خلال الدور الأول في الدور العام المصري طبعا محمد الشناوي بالأرقام هو أفضل أفضل حارس طيب